الموضوع المرتبط والان لكنا نعرف بانكم يعني عندكم فيه اسئلة هو الجازوال الروسي اولا الاستيراد ديال الجازوال من روسيا قبل هذه الحكومة وفي هذه الحكومة كان دائما في حدود ديال 10% وانا نعطي الارقام سنة 2020 كان الاستيراد ديال الجازوال الروسي هو في حدود 2020 تسعود في المية 2021 خمسة في المية 2022 تسعى في المية وهذا راجع بالاساس لان الاستيراد حر الاستيراد حر بلدنا عملت على تسخير كل جهود لا سيما وانا نعطي هنا واحد المثال حكومة بلدنا دارت مجهودات كبيرة باش تستورد الفحم الحجاري الروسي لانه هو اللي ساهم استيراد دياله هو اللي ساهم في التحكم في الفاتورة ديال انتاج الكهرباء ببلادنا اليوم لابد اننا نتكلموا على ان متوسط سعر الغزوال خلال هذه الفترة من بداية السنة الى الان يتميزوا بالتقارب من مختلف المصادر لانه يخضعوا لمنطقي العرضي والطلب شكرا لكم للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابنوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لسات تيفي اشتركوا في القناة